اشتركوا في القناة 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 عشان يغطي بعرض الملعب لأنه كميات جاريه كتيرة لكن لما بيلعب طولي بيجري وكده لكن ساعات الكرة تتعطل يفقدها لكنه عامل مجهود كبير بس كهربا بس شوية مفروض يحافظ على الكرة لما تجيله يتقل عليها هي دي اللي نقصة ونستغل الهجمات المرتدة لأنه هيبتدوا يستعجلوا جدا يعني هو ضع منهم خمسة واربعين دقيقة كاملين فهيبقى فيهم ساحة ور هي دي النقطة المهمة لكن الحمد لله نشوط الأولاني طلع صفر صفر يعني الحمد لله نتيجة جيدة كابتن عادل صلح النادي لأهل شوط الأول وتنظيم دفاعي جيد ولكن يبقى الشق الهجومي معطل بعض الشيء خلينا كابتن نخش كده في الشوط التاني على طول أول حاجة الرجاع هيغير طريقة لعبة هيلعب ثلاثة أربعة ثلاثة ده أنا متوقع تماما عشان الحتة لجومة بتاعتك أنت فيها هيبقى فين دفاع لفرقة الرجاء يبقى أنت لازم تستغل الحتة للدفاع في المساحات بداياتا لازم تغير كهرباء من بداية الشوط التاني لحكتين نازل مين للسرعات محمد شريف للسرعات والإنذار لازم يتغير تماما يمكن هو هيسيبه عشان الكور السابتة اللي علينا ولكن أنا أفتكر أني أو أو ممكن يستخدم طهر محمد طهر ولعبه في كاسر عام لأن دي راس حربة عايزة مساحات ممكن ياخد سبرينتات على قدام ياخدهم يتعبهم لأن العمق عندهم بطيء جدا بس أوطار ما لعبش مع كولر هو لعب مع موسيماني قبل كده أنا فاهم أوكي بس أنا بشوف شرايته كلها أنا بتكلم على عاوز واحد عنده سرعات عاوز واحد يخدني النحة التانية لأن الخمسة واربعين ديئة التانيين هيتقسموا على أربع على ثلاث أرباع أول حاجة لازم نحافظ على الرابع الأولاني اللي هو أن إحنا ما نخليش الكورة تبقى تحت قدام عنا لأن لو وصلناهم لآخر نص ساعة هيبقى عندهم من دفاع غير عادي وحيسيب لك مسحات لأنه أنت تلعب وفي الآخر هي حتة الجدعانة والقلب والروح اللي هم اللاعبت النادي الآلي فيها في الشرط الأولاني باستثناء الحاجات اللي هي المفروض نخلي بنا منها اللي هي الكور القرانة اللي متجيش علينا كتير الفاولات اللي متجنب متجيش ما نعملش ريسك في الحتة الورانية علشان كده نقدم إن شاء الله وإن شاء الله نبرك لبعض بعد الشرط يا رب إن شاء الله كابتن أسامة سريعا رأيك في الشرط الأول والشرط الثاني والسناج المتوقع الشرط أول أنت بتلعب قدام الرجاء والتحكم الحكم الضعيف اللي لا يرتقي أن يكون في مواجهة زي دي لازم الحكم في المباراة اللي زي دي الحكم الكبير بيعنده شخصية إزا يلعب على ضغط الجماهير النهاردة كل كورة للرجاء شايفين لعبة بتقع كتير في 18 ويقف ويأخذ وقته مع الفار وشوفنا للأسف مخرج يعني بعيد على كيف والحكم كمان ما وقفش عشان يسمع ويشوف اللعبة لا استمر للأب على طول أشار باستمر للأب على طول ما فيش ولا زاوية تبين إن دي ضرب الجزاء لو المخرج لو ما فيهاش حاجة كان عادها كذا مرة لكن ما عادهاش عشان فيها راكل الجزاء الرجاء راكل الجزاء غير صحيحة بالمر قال يو ديانج حتى الزاوية اللي تعادت وتعادت مرة واحدة الرجل بسن الجز ملاعب الكورة في زاوية تانية توحي إن ديانج بيدرب الرجل هذا ما سرقل لا في حتى الزاوية دي المخرج نفسه ما عادهاش مرة تانية هي عادها مرة واحدة للحكم ورجع ألب على اللقطة التانية لازم لعبة النادي الأهلي الشوط التاني تحافظ على الهدوء على التركيز 45 ديئة كتير برضو الهدف بييجي في ثانية مش عايزة دخل الرجاء في أجوال المباراة بأنه يحرز الهدف الأول لا طول ما نتيجة صفر صفر في ضغط كبير على لعبة الرجاء لازم يبعندنا تركيز في واحدة في الثلاثين متر اللي فيه ملعب الرجاء الزنيتي بيخرج كتير عايزين واحد يستغل سواء حسين الشحات أو بيرسيتاو أنا مع الكابتن عادل إن الكهرباء هو أقل واحد في شوط الأول محتاجين نشتغل على السرعات محتاجين راس حربة يقف على الكورة يبدأ يطلع حمد فاتحي يطلع بيرسيتاو لازم بقى محطة ما يفعش الكورة تتلعب تترد على مرة تاني لازم أخذ فاول أخذ الكورة أطلع لعيد أخذ في مساحة ما هو من بره أنت ما عندكش غير محمد شريف أتمنى يكون محمد شريف ممكن كولر ما يغيرش يحافظ على نفس الشكل بعد عشر دايق عشر دايق وربع ساعة ممكن يغير الكهرباء أو هو كهرباء اللي أقرب لكن كل اللعيبة ماشية بشكل كويس كل اللعيبة مركزة كل الخطوط متقاربة لو حاب يأمن بعد كده تاني بلعيبة من خارج الخطوط على ما أعتقد هيكون أقرب واحد خليد عبد الفتاح لعيب قوي وعنده سرعات المباراة رتمية سريع فالنهار دا متولي مش يبقى ليه دور في المباراة زي دي لكن متولي لعيب بيدافع وعنده سرعات ممكن يقفل الجبهة مع محمد هاني خاصة إن جبهة الشمال بتاعة الرجاء كل الشغل الناحية دي برسي تاو سايب محمد هاني فهو الوحده أليو ديان جرامل شوية مع ياسر إبراهيم فمحتاجين ممكن نحتاج خليد عبد الفتاح في المكان دا نقفل الأطراف حسن الشحات معالي معلول مع حمدي فتح في الجنب دا فيه بشكل كويس لكن الناحية التانية محتاجين نقفل محتاجين يبعدنا صبر في الثمانتاشر لعيبة الرجاء أي حد بيدخل بيرمي نفسه يبعدنا هدوه من محمد عبد المنعم من ياسر إبراهيم مروان عطية ومحتاجين بس بركز فاحد وإن شاء الله هتيجي الشروط التاني والنادل أهل إن شاء الله شروط تاني يا حزان يا رب إن شاء الله كابتن شريف رقلة الجزاء المهدرة في الشروط الأول هل هتؤثر على أحداث الشروط التاني بالنسبة للفرقتين بالنسبة للأهل طبعا بالنسبة للأهل للأهل طبعا لازم يكون عنده سطح دلوقتي كبيرة جدا وزي ما كبتن قاله لازم تغيير في العمق الهجومي عندك ليستقبل أنت دلوقتي بيت تحت أوردر أنك تلعب كل ما بتمسكوا كورة وهم بتلعب كورة طول عايز حد من السرعات أبقال ما يستلم الكورة حيكون حسين الشحات جالوا وبرستاو لو كان اللي حيستلم كهرباء أو محمد شريف ففعلا أنت محتاج عمق هجومي يشدك يخرج زي ما قلنا من قبل المباراة عايزين نريح ديفنس بتاعنا شوية ونص ملعب ولكن أنا بسني على نص ملعبك النهار ده أنه عنده من الهدوء ومن الثقة إزاي يلعب كورة وبيعمل مسلسات وبيعمل كل حاجة مش هيبين الموقف ولا فرق معهم أي حاجة كل التوفيق النادي الأهل إن شاء الله شوت تاني لتحقيق النتيجة اللي تأهله لبلوغ الدور نص النهائي إن شاء الله هنروح لفاصل وبعد الفاصل أو بعد انتهاء المباراة نرجع لحضراتكم مرة أخرى بالمباركة إن شاء الله لنادي الأهل بالوصول للمربع الزهد